اشتركوا في القناة ظهرت في الفنانة امينة خليل ويقعد مع اثنين من صاحبتها واللي واحدة منهم متجوزة جديد وخلال المشهد كان من ضمن الحوار بعض الجمل اللي اعتبرها عدد كبير من الجمهور غير لائقة وانها مش بتتناسب مع القيم الشرقية والاداب العامة وبالرغم من الضجة الكبيرة دي الا ان الفنانة امينة خليل التزمت الصمت وما ردتش على اي انتقادات متوجهة ليها بس برضو ده ما هداش الموضوع وبدأ فنانين تانين يهجموها ومن ضمن الناس اللي هجمتها الفنان احمد فلوكس واللي كتب على حسابه على موقع الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام احب اعرف فين الرقابة وفين المسؤولين عن المحتوى وفين المجلس الوطني للإعلام لا حول ولا قوة الا بالله اتمنى ان يتم اتخاذ قرارات حاسمة من قبل النقيب مسعد فودا نقيب السينمائيين اولا ويكون قرارات راضعة وكمان نقيب الفنانين النقيب الدكتور اشرف زكي ويتم محاسبة المسؤول عن الموافقة على المشهد ده من قبل الرقابة ويعاقب عقاب شديد عشان يكون عبرة لكل واحد تسوي اللي نفسه ان يوافق على المهزلة الاخلاقية والدينية والمجتمعية دي وقال الفنان احمد فلوكس انا مش بهاجم اطلاقا زميل الممثلين نهائيا لان دي مش مسئوليتهم وانا من عشاء امينة خليل اشتركوا في القناة